طيب الزمالك مبارح لم يكن موافق في مباراة ولكنه تعادل في السوان الأخيرة ايه رأيك في المباراة؟ سوق حظ كبير جدا قبل النادي الزمالك في المباراة أمس وفي المباراة الافتتاحية طبعا كان راجع تعتبر يعني كسر ربطك مباريات تجريبية شوية ولكن دي تعتبر المباراة الرسمية بعد فترة غياب كبيرة من أمم أفريقيا والتوقف الأخير الزمالك كان المفروض أن هو يقدر يحقق انتصار يبدأ يفتح بيه البطولة ويفتتح مشواره بشكل كويس يتفاجئ أن هو يتأخر بهدف وكمان الهدف الثاني فريق الأنجولي يعني كان باغت الزمالك مبكرا وعنده عناصر جيدة وحصان السناء الهجومي اللي عنده الجناح الأيمن جناح سريع جدا وكان واضح جدا فيه الهدف الأول هدف الثاني فيه شبه التسلل شفناه من ركلة سابتة ولكن في النهاية الزمالك كان متأخر بهدفه مع التغييرات ومع أن الزمالك بيحاول يستعيد الزمام المباراة من جديد قدر أنه ينجح فيه يدرك التعادل اتنين اتنين وضيع ثلاث فرص كرة في العرضة وكرتين في القائم على مدار شوطاي المباراة للونش والزيزو ولأشرف بن شرقي أعتقد أن ناد الزمالك نقطة أفضل من الخسارة وخصوصا أن أنت لما تخسر في ملعبك في بداية دور المجموعات هتبدأ الحزبة تتعقد لكن أنت تعيد الحسابات من تاني وتاخد نقطة يعني نقطة أفضل من لشيء أعتقد أن الزمالك الجولة الجاية مواجهة صعبة جدا مع سجرادة في أنجولا كمان الوداد هيروح أنجولا هيقابل بيترو أتلتكو ربما الجولة ديها تعيد حسابات المجموعة تاني الزمالك لو رجع بنتيجة طيبة من أنجولا أعتقد أنه هيعيد نصاب المجموعة بشكل طبيعي الحسابات الفنية بتقول الوداد والزمالك يتأهله ده الحسابات الفنية للمجموعة أعتقد أن إن شاء الله مع الجولة الجاية الزمالك يقدر يصحح الأوضاء طيب الأخطاء الهدفين اللي يكون في الزمالك كان أخطاء مين هل هي دفاعية أم أن أبو جابل يتحمل شوف نقدر نقول أن كان فيه الهدف الأول كان كرة خطفة سريعة من الجناح الأيمند مر بسرعة جدا ما كانش فيه تغطية جيدة في الزهير الأيصر في زمالك أنه يقام من المباراديات وكمان في التمركز الدفاعي لا يسأل أبو جابل عن الهدف الأول لأنه كان سريع جدا ويراجع كارتيرون يمكن أن أرى الفريق الثاني غلط مثلا شوفي هو كارتيرون يتحمل بعض الأخطاء الفنية منها مشاركة بعض العناصر في المباراة أنا تحديدا ما كانش ينفع أبو جابل يشارك على عواد رغم الأداء الرائع جدا من أبو جابل في طولة أمم أفريقيا ولكن ما كانش هو واللعابة الدولية كلهم ما كانوش في أفضل درجات الاستعادة الفني اتدربوا تدريبة واحدة بس قبل المباراة يعني رجعوا خدوا ثلاثة يام راحة اتدربوا تقريبا يوم الجمعة ويوم السبت شاركوا في المباراة ده ما كانش هينفع أن انت تبقى فت فيه ذهنيا حتى في الملعب كنت أتمنى أن يبقى عواد موجود كنت أتمنى أن بعض العناصر التانية بعيدا عن اللعابة الدولية تشارك ولكن زمالك عشان القايمة محدودة عنده عشان كمان موضوع القيد اللي هو موقوف من القيد فما كانش قدامه حل غير أن هو يشارك في الموضوع ده كارتيرون مش هنقدر نقول أنه هو مقراش المنافس بشكل كبير لأن كمان بترو أتلتكو يعني ديت لسه جولة الأولانية بعد فترة تغياد صحيح اعتقد الفترة اللي جاية كمان مع سجرادة المواجهة اللي جاية لأ إن شاء الله الزمالك يعيد تصحيح عوضاعه إن شاء الله كل طفق إن شاء الله نادي الزمالك احنا لسه بنقول احنا في بداية المشروع